الحقيقة يعني الشعر هو الشعر سواء قديما أو حديثا طبعا الشعر القديم طبعا كان أقوى ولكن الآن طبعا تعرف تغيرت الذائق عند الناس فهناك شعراء في هذا العهد أو في هذا العصر قد يتفوقون على الشعراء القدماء فالشعر هو الشعر يعني قد تطربني قصيدة من الشعر القديم وقد تطربني قصيدة من الشعر الحديث أيضا ولكن الأغلبية في الشعر القديم الحقيقي يكون فيها الحكمة أكثر وفيه اللغة أقوى والصور الشعرية أقوى ولكن الشعر يبقى هو الشعر كم من مبدعين في هذا الزمن ربما يتفوقون على ما كان في الشعر القديم